تفاول حذر بتراجع تفشي فيروس كورونا في أوروبا والتي تحولت إلى بؤرة جديدة لانتشار الفيروس عالمياً ففي فرنسا رجح مسؤولون بالصحة أن يكون تفشي الفيروس في مدينة ميلوز أدمى بؤرة للفيروس قد تجاوز ذروته وإن كان من السابق لأوانه الإعلان عن انتهاء الأزمة هذا التفاول يدعمه انخفاض أعداد من يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة رغم القفزة في أعداد الوفيات بنسبة 8% مع ارتفاع الوفيات بدون رعاية المسنين القوات المسلحة من جانبها أعلنت إصابة 50 من أفراد طاقم حاملة الطائرات شارلي ديجول بالفيروس عبر عملية صمود والتي يشارك الجيش فيها بنقل المصابين إلى مستشفيات المناطق التي لم يصلها الوباء بينما أعلنت بعثة حلف شمال الأطلسي لحفظ السلام في كوسوفو عن ثبوت أول إصابة لأحد أفرادها بالفيروس والمكونة من 3500 فرد وفي إسبانيا تراجع عدد الوفيات اليومية نتجة عن الفيروس لليوم الثالث على التوالي ليتم تسجيل ما يزيد على الـ 500 حالة وفاة فيما ارتفع عدد الإصابات ليقترب من الـ 5000 إصابة جديدة أما الجارة البرتغال فأعلنت عن مقترح لتمديد العزل العام على مستوى البلاد حتى الأول من مايو مع ارتفاع حالة الإصابة وتفشي الفيروس بنسبة 18% وارتفاع حصيلة الوفيات بنسبة 40% رغم تجديد إجراءات وقيود العزل العام وبعد موجة من الارتفاع لمدة أربعة أيام سجلت ألمانيا انخفاضا في معدل الإصابات في حين ارتفع عدد الوفيات إلى ما يزيد على 2500 حالة فيما حذرت دراسة ألمانية من أن 6% فقط من إجمال الإصابات بكورونا تم اكتشافها عالميا وأن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز عشرات الملايين